لجنة الهندسة الكيميائية سراج لا ينطفئ ويبقى الأثر هلأ حنحكي عن قانون جديد يلي هو الفراكشنال اكسس الفراكشنال اكسس يلي بتكون للاكسس رياكتنت بس يلي هي عبارة عن الاكتشوال مول للاكسس رياكتنت فيد عدد المولات اللي للمادة المتفاعلة الفائضة اللي بتكون داخل حسب شو معطينا اياها بالسؤال ناقص المول للاكسس رياكتنت اكورنك استيكومتري هاي هلأ رح نشوف كيف منقدر نضلعها والمول اكسس رياكتنت اف استيكومتري اللي هي عدد العاملات اللي هي زي الاستيكومتري كليشي هدا قانون الفراكشنال اكسس مهم برضو نحفظه ونحفظ كيف ممكن نطبق عليه هلأ رح نعرف كيف نطلع المول اف اكسس رياكتنت اكورنك استيكومتري هلأ نشوف كيف ممكن نطلعه طبعا المول المول اف اكسس رياكتنت استيكومتري بساوي يلي هي استيكومتري كريشيو يلي هي بين لميتين و رياكتنت اللي مثل ما حكي نعبل نضربها في الاكسس رياكتنت على الليميتينج رياكتنت نضربها في الاكتشوال مول للليميتينج رياكتنت هاي هي العلاقة يلي ممكن منها نطلع المول اف اكسس رياكتنت اكورنك استيكومتري يلي هي الاستيكومتري كريشيو بين لميتينج رياكتنت و الاكسس رياكتنت نضربها في عدد مولات الاكسس رياكتنت على عدد مولات الليميتينج رياكتنت بعديا نضربها في الاكتشوال مول للليميتينج رياكتنت هيك ممثلة لها ممكن نطلع مول اف اكسس رياكتنت اكورنك استيكومتري معلش القوانين هاي طويلة بس لازم نحفظها لحتى نقدر نحدد شو الممكن يكون مطلوب معانا بالسؤال هلا في قام اي كمان قانون جديد ممكن نستخدمه اللي هو البرسنتج اكسس اللي هو بيحكي انه الفراكشنال اكسس ضرب مية بالمية بس اذا طلبها مهم نطلع الفراكشنال اكسس وبعدان نرجع نطلبها ضرب مية بالمية هلا ناخد مثال حتى نطبق كل القوانين اللي حكينا عنها هلا اول شي عنا CH4 زائد O2 بتعطينا CO2 زائد 2 H2O ونفس الشي بنعمل موازنة للمعادلة هلا ودخل عليها 24 جرام من CH4 48 جرام من O2 حكينا لازم نحاولها لإيش للمولات فبنخصمه مع الكتلة المولية فبيطلع عنا واحد ونصف مول من CH4 واحد ونصف مول من O2 هلا بنا نطلع مين ونصف مول من الماضج من الماضج مبخصم التلع من الماضج من الماضج من الماضج نقوم بتقريبا بقي لأكبر حسب الستيقماتيك راشيو فتكون الاكتو المول لأوتو على الاكتو المول للسي اتشفور بيساوي الاكتو المول يلي هي واحد ونص على واحد ونص فتكون عنا جوابها شو واحد هاد بالنسبة لا الاكتو المول بان نسبة للستيقماتيك راشيو هي الاستيقماتيك راشيو لا الاوتو على سي اتشفور الاوتو معاملاتها بالسؤال هي اثنين والسي اتشفور هي واحد فتنين حيو واحد واضح ان الاستيقماتيك راشيو اكبر فبالتالي اللي بيكون الموتينج راكتون هود وباوتو هود الميتينج راكتون والCH4 يلي هو ال-excess reactant الح4 يلي هي ال-excess reactant هلا عشان نطلع ال-fractional excess اتنين بدنا ال-fractional excess ال-fractional excess حكينا القانون تبعها يلي هي المول ال-actual mall limiting reactant fit نحن نحن القانون بس of سوري ال-excess excess reactant fit ناقص المول ال-excess reactant according الاستيكومتري على المول لل-excess reactant of استيكومتري المول of excess reactant اللي هي المعاملات هادا بالنسبة لقانون ال-fractional excess هلا بننطبق عليها بس اول شي طبعا بننطلع المول of excess reactant according استيكومتري شوف كيف هلا بننطلع ال-actual mall او سوري المول of excess reactant according استيكومتري بساوي طبعا حكينا لما بنطلع المول of excess reactant according استيكومتري بننضربها ب الاستيكومتري كريشيو وبعدين بنضربها ال-access reactant على limiting reactant اللي هي ننبر على limiting reactant وبعدين بدنا نضربها بال-actual mall لل-limiting reactant بال-actual mall of limiting reactant ننطبق هادا القانون هلا الاستيكومتري كريشيو طلعناها طلعت اللي هي تين عملنا العلاقبين ال-o2 على c-o2 على ch4 هاي التنين هلا في excess reactant على limiting reactant كم مول تطلع معانا من ch4 وال-o2 هلا حكينا انها l-o2 هي limiting reactant عدد مولاتها 1.5 مول و ch4 هي excess reactant عدد مولاتها 1.5 مول برضو فبتتصير 1.5 على 1.5 نرجع نكمل l-actual mall limiting reactant l-actual mall limiting reactant بتكون شو المول limiting reactant هي 1.5 اللي هي اللي دخلت عنا وال-stuq متر كريش هون بس غير نها 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 بدل ما تكون تنين غير نها اللي هي ch4 على auto مش العكس بعد ما نضرب ها هاي بتروح 1 فبتصير عنا 75 بالمية هادي يلي هي المول لل excess reactant according sto metri منرجع على قانون fractional excess هلا عشان نطلع ها لفراكش نرجع لفراكش نرجع بس نشوف القانون شو بيساوي يلي هي l-actual mall limiting reactant فدي يلي الواحد ونص طلعنا موجودة هاي من السؤال المول لل excess reactant according sto metri اللي طلعناها المول excess reactant of sto metri اللي هي coefficient تمام اللي هي المعامل فبتصير هلا الexcess reactant سوري مش المعامل اللي هاي احنا طلعناها اللي according sto metri اللي هي نفس هاي فبتصير واحد ونص اللي هي limiting excess reactant fed ناقص 75% على actual mall access reactant according to community اللي هي نفسها على 75% فبيطلع عنا جواب واحد بهايك طلعنا fractional excess هلا لو طلب الpercentage excess 3 الpercentage excess حكيان اللي هي fractional excess ضرب 100% فبتصير واحد ضرب 100% بيطلع عنا 100 هيك بيكون عنا الpercentage excess فهيك منكون طبقنا كل الثلاث قوانين يلي اخذناهم قبل مهم كتير انو نحفظ القوانين حتى كل الحل بيجي عليها فانو اذا ما عرف من القانون فمش رح نعرف من حل السؤال هلا رح ننتقل جزء جديد كمان بهات شاطر يلي بيحكي عن fractional conversion هلا fractional excess لازم نركز على هاي المصطلحات fractional excess واضحة انها excess reactant بالنسبة ل fractional conversion يلي هي limiting reactant تمام limiting reactant هلا القانون تباعها يلي هو actual mall limiting reactant fed العدد المالات المادة الفاعلة المحددة يلي دخلت ناقص actual mall limiting reactant output كم طلع من هاي المادة على actual mall limiting reactant كم تفاعل من هذه المادة هنا قانون ثاني لها المال actual mall small mall of limiting reactant reactant actual mall or limiting reactant fed هاد القانون الثاني ممكن نستخدم moral fractional conversion حسب المعطيات بس الاصح والافضل انه نستخدم هاد القانون نستخدم هاد القانون يلي هو actual mall limiting reactant fed ناقص actual mall limiting reactant output على actual mall limiting reactant هاد هو من استخدم هل لو نرجع للمثال اللي طبقنا قبل شوي يلي هو هاد وطلب نحول او شو هو بده fractional conversion نيجي نطبق على هاد القانون هاد المثال بس نشوف الحال CH4 زائد 100 O2 تعطينا CO2 زائد 2 H2O حكينا معنا CH4 معنا 1.5 مول و O2 نفس شي وطلعت O2 Limiting reactant والCH4 هي excess reactant نكمل هلأ بده fractional conversion للمثال الموجود عنا نطبق على هاد القانون لان نطبق على القانون اللي بي موجود عنا هون نتب المعلومات رفاكشن الكونفيرجان القانون أصلي يستخدمه لما يكون لدينا كل المعضايات وطالب ال Cour Yazan قانون قانون القانون القانون قانون القانون القانون النقود يمكن ايضاؤ Innovation هذه نستطيع الـ Distance و يجب علي ان يكون super constant يحتاج عمل جيد للثقول ذا مستط reconsider كل يستطيع التج ?? في ح خطر على الاقتول مول للميتينج ريكتد على الاقتول مول لميتينج رياكتد هيك ممكن نطلع الفراكشن الكنفرجن هلأ هاض القانون نستخدم ممتا إذا كان طالب فاكشن الكنفرجن سيكون معطينا هاي المعطيات كلها بس منطبق القانون وبعدين منعوض أو ممكن يكون مجهول منه واحدة يائما الرياكتنج اوتبوت أو Limiting Reactive Camp اللي تفاعل من هذي المادة المتفاعلة المحددة بساعدها منطلعها من القانون اللي إلها بعدين منعوض بهذا عشان نطلع Fractional Conversion هلأ في قانون تاني ممكن نستخدم فيه Fractional Conversion لنطلع أي معطا جديد يلي هو Fractional Conversion بيساوي مول للمiting Reactive على المول للمiting Reactive يعني إذا كان معانا Fractional Conversion وكانت معانا Limiting Reactive Fit هاي أكيد بتكون معانا ممكن نطلع Limiting Reactive المتفاعل من هذي المادة المحددة تمانع لنا إشه جديد يلي هي المول للمiting Reactive Output ممكن نطلعها من خلال المول للمiting Reactive الرياكتنت Fit اللي هي الداخلة في التفاعل ناقص المول للمiting Reactive ناقص المول سور للمiting Reactive ساعتها ممكن نطلع المول للمiting Reactive Output كامل اللي يطلع من هذي المادة المحددة للتفاعل هلا في عنا معلومة مهمة انو الماكسيموم فاليو للفراكشنال كونفيرجن بتساوي واحد هذي الماكسيموم فاليو للفراكشنال كونفيرجن بتساوي بس واحد مهم كتير انو نعرف هذي الحكي هلا رح ناخد بس آخر شي وناخد مثال تطبيق على هذي الحكي كله لحتى بيكون خلص الشابتر عنا ونغطي كل افكار اللي ضلت اشتركوا في القناة